المقالب احنا كلنا بنحب الهزار والضحك و احنا من الشعوب المشهورة بالدم الخفيف بس احيانا الدم الخفيف ده بيقلب جد و بيقلب مشاكل و بيقلب حاجات مش ظريفة فكرة المقالب و الاسف مقالب البرامج هي او برامج المقالب هي الاعلى مشاهدة بتكون في رمضان من كل سنة و الناس بتتعلم بتشوف مقلب بس هي بتحاول مش تقلد و بقى تعمل مقالب تانية و ها 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 وتحكت عليك وتحكت علي و ده وقع فندحك عليه و ده مش عارف ايه فالمقالب دي ممكن تبقى تقذي الناس ازاي او تدايق الزاي اسألة كتيرة و الناس بتعمل مقالب دي بتعملها ليه برضو مش فاهم يعني سألة كتيرة ممكن نسألة اسمحون نرحب بضفتنا اللي من ورانا دكتورة اسماء محمد أستاذ مساعد علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس اهلا بيك يا دكتورة اهلا بسامة حضرت من ورانا الله يخليك بنورك و ما بيعملوا ليه مقالب الحقيقة فعلا زم حضرتك قلت احنا شعوب يعني حياة منحب الضحك ومنحب ان احنا يعني نقضي وقت حتى الفراغ في منوع من التسلية ما يبقاش كل الايام بتاعتنا فيها رتابة وروتين يومي الحقيقة ولكن احنا طبعا المقلب يعني اصبح بصورة طبعا صعبة جدا الوقتي يعني عايزين نقول انه هو يعني في مقالب نقول عليها بسيطة في مقالب فكهية وفي مقالب الحقيقة قوية في مقالب مرعبة في مقالب يعني ممكن نقول انها بتقذي الاخرين بشكل كبير جدا يعني وبيعتعمد انه هو يجرع يحط الاخر ده في موقف مهين وزا يعني ويدحك عليه فطبعا بيبقى ده شيء غير مقبول اما ما يبقى يعني منقول مقلب موقف بسيط او احنا حتى منقولها هي خدعة يعني بتخليها نضحك ونشعر بالسعادة وكده ولكن ان احنا نعمل نقذي الاخر ونحطه في موقف مهين ده طبعا بيبقى مشكلة كبيرة جدا وطبعا يعني عايز اقول ان الحتة دي بتفرق في الشخص اللي بعمل في المقلب يعني المفروض ان انا افكر في اللي قدامي هل هو يعني منقول ان هو هل يتقبل هذا المقلب ولا بشو يتقبله هيتعمل مثلا برد فعل عنيف فالموضوع طبعا هيختلف كتير جدا الشخص اللي قدامي ده ممكن يكون عنده يعني حاجة يعني مصاب مثلا عنده قلب عنده سكر ما يتحملش طبعا موقف صعب او قوي المقلب ما يبقى يعني قوي عادي ما يتحملوش فانا بنراع بقى لامور دي نهي حالة يعني الشخص اللي قدامنا ناحية طبعا الجسمية ناحية الصحية عنده والشباب ما بيفكروش كده والشباب بيفكر انا عايز اتحك وبنسمع بقى حاجات كتيرة واحد عمل فيها ميت وحد قتله وبيجيبه السكينة اللي هي بتبقى بينها دي ومش عارف ايه وبتاع ودخل حد تاني ومن فزعته جيري وراح كلم الاسم والشرطة وبتاع اصدى اقول يعني بيدخلوا نفسهم في متاهات طبعا الشرطة مش بتهزر بقى هي بتيجي واللي عمل كده يتحبس يعني اه طبعا بتبقى قصة كبيرة جدا يعني فايه الفكرة يعني ايه الفكرة في ان انا يعني اخد حد او ان انا يعني اشوف الفزع في وش حد يعني هو الحقيقة يعني يعني زي ما احنا منقول ان هو حد عمل حاجة مقلب فالتاني بيقلد وبالتالي نلاقي المواضيع دي ازادت جدا يعني هي فكرة ان احنا ايه اه يعني التقليد حد بيقوم بحاجة وخاصة دلوقتي برامج المقالب وبش عايز اقول برامج المقالب بس اليوتيوبر الحقيقة المشهير بيعملوا مقالب في بعض ومشهورين جدا ونلاقي لهذا المحتوى يعني من الصغار الاطفال بيتابعوه والمراهقين بيتابعوه وبالتالي بيحاولوا يقلدوا الكلام ده مع بعض ودي طبعا تبقى مشكلة كبيرة يعني فمسلا الطفل ممكن يعمل مقلب في صاحبه يعني حد صديقه وده بيكون وسيلة من انواع يعني هو ايه بياخد حقه يعني ممكن يعني زي ما حاضيك بتقول الهدف ممكن ياخد حقه بطريقة غير مباشرة فيعمل مقلب في زميله ممكن منلاقي بالأصدقاء برضو بيحاول ان هو يعمل مقلب في صاحبه يعني ممكن نوع من انواع زي ما بقول لحاضيك اصارت الانتباه يعني او اصارت الاهتمام يجذب الاهتمام ليه برضو يعني بنشوف برضو حاجات سخيفة شوية بين الازواج الحقيقة يعني بين الزوجين ممكن علشان يسير الغيرة يعني يتشعر مشاعر الغيرة فطبعا بس بتبقى حاجة صعبة جدا مستفزة ده بيعملوا بيها برامج دلوقتي وبنشوفها ويقول لها وحاجات حقيقة يعني مش معتادة اصلا متجوز واحدة تاني اصلا مش عارف ايه وقال يعني ده دم خفيف انا مشوف ان هي يعني استهانة حتى بمشاعر الشريك وحاجة مستفزة يعني تجريح ليه بشكل كبير جدا والحقيقة انه يعني رد الفعل للحقيقة بيبقى صعب لانك انت النهاردة يعني بش بس غضب وبش بس ان انت هتلومه ممكن يبقى فيه مثلا خناء ممكن يبقى فيه يعني موضوع بيكبر ولدود طبعا الفعل بتبقى اكبر من ان انا مجرد ان انا ازعل او ان انا قلوم الشخص اللي قدامي وبالتالي بنقول هذه المقالب بقى ممكن تتحاول لشكل من اشكال طبعا التنمر هو طبعا مشكل من اشكال التنمر بشكل كبير جدا فطبعا هي انتشرت للأسف ولو كلمنا بقى برامج المقالب زي ما انت حضرتك وتفضلت وقلت ان هي يعني حقيقي كان موجودة دايما في شهر رمضان الكريم وكنا بنشوفها بس مش بالشكل ده طبعا يعني منذ الفنان الكبير رحمة الله عليه فؤاد المهندس وبعد كده جي بعد كده طبعا يعني كان فيه برامج كتيرة زي حسن الامام واشرف عبدالباقي كانوا عاملين برامج وهي ابتدت بلاطافة ودم خفيف اللي وقت حكت عليك حاجات موجودة اللي وقت موجودة لمرحلة يعني بشوفها نية ومرحلة ازة بالضبط يعني واحد ينجر مثلا في مياه من ثلاث اربعة دوار ويتمرمت وبتعوه لو عنده قلب واللي عنده مشكلة بتحصل له مشكلة كبيرة يعني أسف يعني مع الطلبة خاصة المرحقين زي ما حرق قلتنا يعني زي نوصل لهم أو يعني معهما برضو بيش بيفتحوا اليوتيوب وبيفتحوا التلفزيون لا وهو ده اللي بيدحك الناس وهو ده اللي بيبسطهم والمشكلة أنه كمان الناس بتادت تصور بعضيها بالموبايلات يعني يصور لحظات فزع الغير في الموبايل عشان الناس تضحك يعني زي الرسالة توصل يعني هو للأسف طبعا زي ما قلت لحضرتك أن احنا منتفرج على حاجة بتعجبنا فمنروح نقلدها برامج المشاهير اليوتيوبر ويعمل زيها عشان يحقق أكبر مشاهدة وده طبعا للربح المادي بالتأكيد مش بيهتم بقى أن ده يعني للأسف أن احنا بنقلد وأن ده ممكن نعمله في الواقع وبالتالي نقزي الآخرين بشكل كبير جدا طبعا يعني بنقول أن لازم المحتوى ده يعني ما يبقاش المقدم المفروض أن احنا يعني مش على طول نعمل شير ومش على طول أن احنا يعني بسهولة جدا نشاركه لأن ده هيقزي الآخرين يعني حتى اللي تعمل فيه المقلب هيبقى قاعد متضايق أن كل شوية الناس بتتفرج عليه وتضحك فطبعا بيبقى شير صعب جدا التخويف يعني احنا في البيت وكننا بنتكلم حتى مع المشاهدين كلها فينا ممكن يكون بيخاف من حاجة واحد بيخاف من برس واحد بيخاف من فار في حد في الأسرة يعرف ده يبتدي بقى يتك على الحتة دي وروح يجيبها اللي هي اللعبة اللي هي بتشعر بيتعمل ايه 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 او تخويف لأطفالنا كمان فكرة التخويف للطفل وتأثيرها عليه مستقبليا بتبقى عاملة ازاي تخويف من الضلمة تخويف زمان كان بورجلة مسلوخة دلوقت ما عرفش بيقولوا ايه بس يعني الحاجات اللي احنا بنخوف بيها الأطفال ونرهبهم ده بيأثر عليهم إزاي وعلى نفسية لا طبعا بيأثر بشكل كبير جدا احنا يعني بنقول ان احنا عايزين طفل ده بيبقى يعني بتولد بيبقى فيه حاجات كتيرة مش عارفها فاحنا ما نفعش ان احنا يعني نربيع على إهانة الآخر وان احنا إزاي هو يخوف الشخص اللي قدامه فالمفروض ان احنا بنعلمه قيم طبعا مرامج المقالب او من فكة ان احنا يعني نعلمه زي انه هو يدايئة الطرف الآخر ده طبعا بتبقى حاجة مرفوضة جدا وعايز اقول له حضرك انها بتؤثر فيه نفسيا يعني يعني بيفقد الثقة بنفسه الحقيقة الموضوع انه هو يخاف من خوفه من الضلمة من خوفه حاجات كتير بيفقد الثقة في مجال بقى الموضوع المقالب في الآخرين يعني بيبقى عنده ايه خوف وهيقابل قدامه ده هيحس انه هو هيدايقه فبالتالي بيلجأ الى ايه بيبقى شخص منطوي شخص خجول فبيبعد عنه احنا يعني بيبقاش اجتماعي بيبقى منغلق على نفسه ايه وبنشوف امراض طبعا نفسية كتير وبييجي طبعا غير الاضطرابات طبعا النوم واضطرابات القلق وده بيأثر طبعا على يعني مذاكرته وعلى يعني الامور دي كلها فبالتالي فكرة التخوف دي مرفوضة تماما لان هي بتأثر نفسيا على الطفل وبتأثر عليه كمان اجتماعيا في علاقته بيه الاخرين سواء بقى في محيط الاسرة وبعد كده في المدرسة ما بيتعامل مع يعني زملاءه في المدرسة بيبقى عنده انطوائية وعدم الثقة فيهم والبعد عنهم بشكل كبير طب الهزار اللي هو بيقلب جد وبيقلب مش بس جد بيقلب غم هل الناس تقدر تستعيد ثقاته بعضيها بعد كده يعني فكرة ان صديق بيقول الحركة انا شفت فيديو متداول يعني بيحطوا لحد من صحابهم يعني تحت الكنبة حاجة يعني بتنفجر كده هي على اعتبار ان هي تعمل صوت بس هي مش يعني مش عملت صوت هي طيارة الكنبة ويبدو ان الراجل كمان توفى يعني فالهزار اللي هو بهذا الشكل اللي هو غير محسوب ده بيأثر ازاي على علاقة الناس ببعض يعني طبعا يعني احنا بنقول الهزار مطلوب يعني احنا يعني ان احنا نبقى مش طول الوقت يعني نتكلم جد أو كده بنعمل مواقف ممكن نضحك نسلي وقتنا ولكن زي ما حضرتك بتقول نعمل حاجة كده غير متوقعة وما نرعيش المقلب هنعمل في الانسان ده اللي هنعمل فيه المقلب هي ازاي ان هو يعني هيتخض ممكن يغمى عليه ممكن يموت ممكن يجراله مثلا يصب القلب وبعد كده الموضوع يبقى كبير يعني نقول نتائج سلبية يعني يعني نقول قلب السحر على السحر يعني انا بعمل حاجة هزار وفني وكده وفي الاخرى لقى الامر كبر والامر بقى صعب جدا وممكن مثلا يغمى عليه يتوفى في ساعتها نطلب الاسعاف يبقى الموقف صعب جدا ويبقى يعني حطينا نفسنا في موقف يعني نضر الاخرين بشكل كبير جدا ومشانهم غير انفسنا الحقيقة يعني فلا بد ان تكون هناك يعني مقالب ممكن منقول ولكن تكون مدروسة ونتائجها بش بسيطة سازينك نشوف معنا تليفونات وسيل سامويل اهلا بيك صباح الخير صباح الفل على حد ولا كتفضل نظر جدا ان احنا نضحك مرة لكن نضحك نضحك على فر ففيه دايما بيتعرض عزم الاصحاب من الاصحاب فبيكون عزة نفسي في الوقت فالسؤال بتاعي هو الواحد يعمل ايه؟ وهو تخطط موقف صوري وتصرب ازاي؟ بالياقة من غير برضو ميداق لقدامه لان ممكن الواحد يتنفذ بطريقة صعبة كدا ان هو تشاكت بالامر بشكرك جدا بشكرك جدا بشكرك بيقولي يعني احنا نضحك مع بعض مش نضحك على بعض بس لو انا اتعمل في مقلب ازاي اتصرف بالياقة من غير ما يعني اقلل من نفسي لان الواحد بيشعر باهانة يعني حطوله مثلا حاجة ازا هلاقيته يعني انا ما عارفش برضو سير ايوة بس انا اقف ان الناس تضحك على واحد وقع يعني برضو انا عمر ما اتحك تاقي مش انا ما بعارفش اضحك على حد وقع لان اللي بيقع ده يعني يعني حقيقة بدنا دايق اه ده ممكن رجلتي تكون تكسرت يكون حصل له حاجة بتاع مش عارف ايه فهنتعودنا نضحك على حد وقع يعني ازاي الواحد تتصرف بالياقة لو اتعمل فيه مقلب والمقلب الحقيقة بيبقى فيه اهانة للشخصية شوي الحقيقة موضوع اللي ياخده بيختلف طبيعة كل واحد غير التاني يعني ممكن واحد بينفعل جدا فبيبقى رد فعله عنيف وممكن نلاقي واحد تاني برضو يعني بينفعله بيقول الفاظ خارجة فما نقدرش نحكم على رد الفعل الحقيقة ولا هنقدر نلوم رد الفعل يعني مش هنقدر نلوم الشخص ده على رد فعله لان هو تحط في موقف صعب فما يبقاش حتى هما في البرامج بيعتمدوا ان رد الفعل ده بيبقى صعب جدا فبيشواءوا الناس انه يتعامل مع الموقف ازاي الحقيقة فيعني هو ازاي يتعامل هو يعني طبعا بيبقى موضوع صعب لانه هو حسب شخصية اللي يتعامل في المقلب طبعا في الواحد بيبقى اي يعني مثلا لو وقع والحد حتى الثبات الانفعالي في ناس كثيرين بيبقى عندها ثبات انفعالي بيبقى اقرب حاجة ويدرب بيها يغلط ومش طبيعته كده على فاكرة حقيق حسب قوة الموقف بقى يعني تأثيره كبير عليه طبعا المراهقين بيبقى التأثير كبير جدا يعني لو واحد وقع وفيه اصدقائه افينه خاصة لو بنات بيشعر ان هو اتهان بالزبط اه حسب ان هو لازم ياخد حقه حاجات كده ايه اكيد المراهق يعني طبعا الشباب بيبقى يعني بيكسف بيبقى فيه طبعا حاجات يعني شخصية فبالتالي يعني رد الفعلا انا عايز اقوله ان هو حسب الانسان نفسه ما اقدرش اقوله يعني هو مفروض يعني يتسم فعلا بالثبات الانفعالي والشخص اللي عمل فيه المقلب احنا منقوله يقطع علاقته بيبقى لان هو خلاص كده يعني احراجه بشكل كبير سازينك معينا او ساز نسيم اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك العصدارك عام سيطاني منوارنا تفضل سؤالك انا حضرتك شغال بمنطقة اتر سؤال من المنطقة دي مالي انا تعابين وكلاما دا فيه ست منذينة بيمسك التعابان اللي بيخافش منه معلش انا اسف يا ساز نسيم معلش اه يعني اتكلم بروح شوية كده معلش عشان انا مش عارفة افسر الكلام حضرتك انا شغال بمنطقة اتر سار المنطقة دي في معبد في معبد اه اه ففيها تعابين كبيرة بتقول تعابين اه اه ففيه شخص معنا بيمسك التعابان اللي بيخافش مني اه بيخوه بين الناس اه بيخوه بين الناس والسعابان بيجي برش السمه قدام انا فهو جاي بسادي ورحتي اشجرات بسبب الموضوع دي اخدت بشغرة عالي انه بيجي رجل القسر رجلية تكسرت بسبب هزار اه بسبب الهزار قسر اه فموضوع كان سعب ده مؤذية جدا بشكرك جدا سوز نسيم يعني صعيد بقى وكده والهزار بالتعبان تعبان حقيقي مش تعبان بقى جلد اللي احنا بنوعد نهزر به مع بعض ده وراجل جيري رجلية تكسرت فيها ده يعني بيقولك كمثل يعني فكرة ان ان الهزار بقى مؤذي لهذا الدرجة طبعا يعني هو انا باعتمد ان انا عايز اعمل مقلب اخوف اللي قدامي وطبعا يعني مش مدرك بقى حجم هذا الامر ازاي ان هو هاقز اللي قدامي ده يعني زي ما هو الاستاذ طبعا تفضل ان انا ممكن رجلية تكسر وبالتالي يعني اخش في مشاكل صحية بسبب مقلب يعني مفوض انه هو رد الفعل يكون بسيط بس طبعا هو التعبان كلنا بنخاف منه فأكيد يعني بيبقى أكيد طبعا الخوف بيبقى كبير جدا فطبعا موقف صعب حقيقة الابا والامهات اوات بيخوفوا اطفالهم عشان حاجة يقولك عشان يقعد ساكت يا عم عشان ما ميعمل لناش ده وش على فكرة انت لو رحت فتحت الشباك ده ده فيه مش عارف ايه هيطلع لك من الشباك لو انت دخلت القوضة دي تاني انا مخب جوه فار مش عارف الحاجات اللي بنيت حاج بيها على اولادنا دي بتعدي ولا بتأثر يعني بشكله باخر لا هو طبعا هي بتعدي حسب بس ما عودش دايما يعني التعامل بقى السلوب التربية بتاعي او ان انا اتعامل مع ابنائي بان انا دايما بخوفهم من حاجات يعني مثلا زي بيقولك ايه الضلمة يعني هيبقى فيه تعبان هيبقى فيه فار يعني لا يعني لان هو كده هنربيع على الخوف وان هو يبقى دايما انسان خايف من الحاجات الممكن يقابلها وبالتالي بيفقد الثقة بنفسه بشكل كبير جدا وبشنهم غير انفسنا الحقيقة فاحنا بنقول ان احنا في التربية ابنائنا لازم يبقى فيه سواب وفيه عقاب يعني فيه ترغيب وترهيب يعني مش كل حاجة ان انا باعتمد خوفه لان طبعا ده هيؤثر عليه بشكل سلبي جدا يعني احنا بنقول اهم حاجة طبعا ان انا بربيه ازاي ناحية نفسها يبقى عنده سواق نفسي فبالشي يجي طبعا السواق النفسي من انا دايما بخوفه من امور كثيرة جدا في حياته علشان هو ان انا لقيه طبعا يعني يسلك سلوك جيد وكده فالمفروض ان انا بتعامل بتوازن الحقيقة ما يبقاش كل حاجة ان انا اخوفه من امور كثيرة جدا وبالتالي هيبقى شخص غير سوي لا نفسيا ولا اجتماعيا نحن نشوف حتى يمكن في المصايف في الهزار في البحر مع حد ما بيعرفش يعوم ونشيل وبرضه هنعمل ممكن من غير قطع كده عنده فوبيا يعني عنده فوبيا من امور كثيرة جدا طبعا وبالتالي وبعدين نروح نقول بقى احنا هنوديه دكتور من دلوقتي وخصائي نفسي او اجتماعي فاحنا الاسف احنا بنتجي هذا الامر بايدنا يعني بنزرع هذا الامر بايدنا هذه المشاكل كثيرة طبعا انا برضو يعني في نفس الاطار يعني عايز اكلم يعني حركت قولنا يعني برضو فكرة المرح دي فكرة لطيفة وفكرة السعادة دي فكرة حلوة ازاي نبقى مرحين وازاي نبقى بنتحك ونبقى بنهزر بدون ازية هل ده ينفع ولا هي لازم حتة الزيادة دي هي دي اللي بتبسط الناس يعني الحقيقة هي بقى تبسط الناس لان ساعد على كده السوشيال ميديا حقيقة يعني بقول حضرتك الواقع يعني احنا ما نبقى مثلا برامج المقالب دي بتبقى اعلى مشاهدة مثلا في شهر رمضان وبيختاروا وقت اللي هو وقت الفطار عشان نسب المشاهدة برضو فده يعني يعني يقول غصبا عننا باقينا يعني مش غصبا عننا من كتر بقى ما بنشوف هذه الأمور بتتكرر فبيزرعوا فينا حتة ان احنا نشعر بسعادة عندما اقزي غيري او اضعوا في موقف مهين الحقيقة طبعا فانا بلوم هنا بش طبعا الافراد اللي بيعملوا كده او الاشخاص اللي بيعملوا كده بلوم السوشيال ميدي الحقيقة البرامج المقلب كتيرة سواء طبعا المشاهير زي ما اقول حضرتك اليوتيوبر بيعملوا مواقف بصراحة غير مألوفة مكناش بنشوفها خالص تماما ويعودوا عشان بس نزرع المشاهدة والحتة برضو هنزرع برضو في أطفالنا وفي شبابنا حتة ان احنا علشان نكسب بسرعة وعلشان موضوع مفهوم الربح يعني نوصل بسرعة ونكسب بسرعة ان انا اعمل مقلب وهين الاخرين وبالتالي بيتربع على قيمة طبعا ان انا ازاي الغاية تبرر الوسيلة انا علشان ابقى غني وعلشان اكسب بسرعة يبقى انا اعمل مواقف اضحك بيه على الاخرين واأيهم وارهبهم وطبعا اتنمر عليهم وكسر هيبة الشخص كسر هيبة المدرس كسر هيبة حد مسؤول فكرة ان انا اعمل فيه مقلب ازحلقه ومش عارف ايه حاجات كده بتكسر هيبة الشخص بالتأكيد وانا بعلمه يعني احنا منقول احنا منعلمه قيم وازاي ان انا احترام الآخر وتقبل الاختلاف في الرأي فازاي بعمل كده وفي نفس الوقت بديله حاجات تانية يعني مواقف او زي ما بقول لحضراتك بيشوف برامج وبيشوف حاجات كتير بتخليه يعمل العكس يعني انا عايزة ربيه على قيمة احترام الآخر والتعاطف معاه وفي نفس الوقت بقوله اتفرج على الامور دي اللي هي المقالب دي فيها تنمر على الاخرين فبعمل النقيدين الحقيقة فطبعا انا بلوم الحقيقة السوشيال ميديا بشكل كبير جدا واحنا كمان يعني رأي العام اللي هو بيحاول يتقبل هذه البرامج ويشيرها يعني لمجرد ان انا ايه حاجة عجبتني فببعتها لغيري وبالتالي هنا بزود هنا ايه طبعا هزي الافكار الهدامة اللي هي بتخلينا يعني ممكن نقلد هزي الافكار وبالذات طبعا اطفالنا وشبابنا وبالتالي ده فيه هدم طبعا او انحضار اخلاقي بشكل كبير جدا نشكرك جدا يا دكتورة نورتينا ومتمنى ان فكرة المقالب دي ما تبقاش موجودة وفكرة كسر رهيبة الناس او التعدي على خصوصيتهم بشكل سافر واهانتهم بشكل كبير جدا ويما من مقالب قلبة جد وعملت مشاكل كبيرة والأسف يعني فيه ناس بتروح يعني ضحية مقلب عشان هاها وكنا بنهاز زريان انا بشكر حضرتك جدا دكتورة اسماء محمد استاذ مساعد علم الاجتماع بكل التربية جماعة ان شامس نورتينا جدا شكرا لحضرتك واستاذ مشاهدين وبشكركم مشاهدين على متابعتكم لينا في حلقتنا النهاردة جمعة اجازة ويوم السبت كمان هيبقى اجازة عشان هيبقى يعني موجود يعني هيبقى فيه على الهواء متابعة يعني تتشين في كنيسة وقدست البابا ويبقى على الهواء مباشرة على شاشة سي تي في كمان يوم الحد انتوا عارفين انه اجازة فان شاء الرب وعشنا يعني يوم الاتنين اللي جاي نشوفكم على خير وصباح النور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة